بسم الله الرحمن الرحيم رب يشرح لي صدري ويستر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقى وقولي صدق الله العظيم مشاهدين أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج ناس من ماس طبعا الأسبوع اللي فات حلقة اللي فاتت احنا تكلمنا على مستريح المينيا اللي هو المستر حسين القضية الشهيرة اللي دلوقتي النيابة العامة بتحقق في تفاصيلها وأبعادها وطبعا انهالت علي كمية اتصالات مهولة جدا الناس كتير قوي بتتهمني ان انا يعني جاي على الناس اللي هم الضحايا وبيقولوا كفاية ان الضحايا دول يعني مجنى عليهم وكفاية ان هم اتنصب عليهم والكلام ده طبعا يا جماعة يعني انا ما زلت اكرر الموقف وزلت على مبدأي ان من يطمع يستحق ان يقع في يد النصاب عايز اسأل السادة اللي دفعوا فلوسهم للمتهم وعايز اقول لهم يعني انتو فلوسكو دلوقتي الراجل كان بيديكو 15 الف جنيه على كل مئة الف كل شهر رغب ده مخالف تماما لكل قواعد الاقتصاد في العالم انا عايز اسألكو انتو مفكرتوش تسأله الراجل ده انت بتشغل فلوسنا في ايه طب افرضنا جدلا ان هذا الرجل بيشغل فلوسكم في تجارة المخدرات افرضنا ان هو بيتاجر في السلاح ولنفترض جدلا انه يقوم بعمليات ارهابية وده غطاء وساتر لتمويل عمليات ارهابية انا كل ده افترضت مع احضراتكم طبعا انا ما درش ان انا اجزم بشيء من هذا علشان مازال الموضوع قيد التحقيق في النيابة العامة لكن انا برد على السادة اللي هم يعني حاسين اوي اوي ان انا جاي عليهم وبقول لا والله اصطر الراجل ده يعني ايه يعني كفاية اللي هم فيه وكفاية اللي هو يعني انهم خسروا فلوسهم او بيخسروا فلوسهم لا انا عايز اقول لكم والله العظيم انا لو كنت مكان الدولة ومازلت على موقفي واطالب الدولة بالفعل انها تحاسب من اوضعوا الفلوس بتاعتهم يعني انا انا بطالب الدولة انها تحاسب الطرفين زي ما بتحاسب المتهم اللي نصب عليهم انا ايضا بطالب الدولة انها تحاسب الذين يعني قدموا هذه الاموال وتلك الملايين قدموها للراجل يتهموهم بتهمة الغباء السياسي بتهمة الغباء الاقتصادي بتهمة الطمع والجشع زي ما يكون لان انت راجل عندك فلوس ومش عارف مصيرها ايه يعني باي يعني مش قادر اقول مش عارف اقول ايه انت حاطط فلوسك بتديها الواحد ما انتش بديها المؤسسة ولا بديها البنك ولا بديها الكيان رسمي انت بديها الشخص هذا الشخص ما انتش عارف هو بيعمل بفلوسك ايه في الاخر انت جايز علان مني اوي بتاعتي ابني بتقول لي والله يسيبوا الناس في حالها سيبوا الناس في حالها ايه زنب الدولة ايه انت بتكلم انا مش مدافع عن الدولة على فكرة ولم اتبنى وجهة نظر الدولة والدولة ما لديش تبنى وجهة نظر لكن انا بتكلم بالمنطق والعقل الدولة تعمل ايه دلوقتي قرية المتهم حسين اسمها قرية قفادة بمركز مغيغة تحولت الى سكنة عسكرية فيها قوات شرطة مهولة جدا وانا متوقع ان هذا الامر لن يمر مرور الكرام لابد ان هيحصل ليه تبعات كبيرة لان فيه ناس دفع ملايين الامر الاخر ان هذا السيناريو تكرر ايضا وما زال يتكرر كل يوم في محافظة اخرى لسه جاي الاتصالات من الغرداء بيقولوا فيه واحد مستريح جديد في الغرداء لسه بيقولوا فيه واحد واحد برضو ايضا مستريح جديد في الغربية واحد مستريح جديد في ضمنهور هو فيه ايه يا جماعة هو احنا فلوسنا كده جايبينها بسهولة بنرميها بسهولة كده طب فيها ايه لما كل واحد يتقي ربنا في الفلوس اللي جاياله دي ودي يعني فيه ناس المفاجأة الكبيرة قوي ان فيه ناس كان ينطلب منها خدوا يا جماعة للمكسب بتاعك يقولك لا 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 ضيف المكسب على رأس المال عشان يكبر رأس المال بتاعه عشان في الاخر خالص الفوائد تزيد اكتر فيه ناس واخده قروض بالبنوك قال ايه علشان المبلغ اللي هو جايبه الفايدة اللي هو هيدفعها للبنك هتبقى قلب شوية من المبلغ اللي هو هياخده من النصاب طب وبعدين في الاخر خالص الطمع يا قل ما جمع ده مش قل ما جمع ده خد كل ما جمع فيه ناس كانت بيوديوا لها الزكاة والله العظيم انا اعرفهم شخصيا كان بيروح لهم الزكاة والصدقات فوجئنا ان واحد دافع مئة ألف جنيه واحدة دافع مئتين ألف جنيه انتو بتهزروا ده انتو حتى لو واحد هيعمل خير ونقول ان هو يتقل له ويعمل خير ويزكى عن صحته وعن ماله وعن وعن ولاده وعن 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 هتخلوه يعزف اذا كان الناس دي بتاخد الصداقات وتروت استثمرها عمد النصابين يبقى ندفع الخير لمين طب انا دلوقتي ما عودتش اعرف الفقير من الغني اختلط الحابل وبالنابل الحاجة الأكبر بقى ان الدولة بدأت تهتم بالقرى خاصة في الصعيد دائما كانت القرى في الصعيد مهمشة السيد الرئيس عامل حياة كريمة علشان تطوير القرى ويشوفوا ايه الخدمات اللي نقصة في القرى طيب لما يفاجأ السيد الرئيس بكمية الملايين رجل واحد لحد الان في التحقيقات مليار وخمسمائة مليون يعني مليار ونصف المليار ولسه التحقيقات شغال يعني ربما يكون المبلغ يصل الى تلاتة مليار اربعة مليار وهكذا هيعرف منين القيادة السياسية ان الناس دي معدومة فعلا طب هي معدومة ازاي يعني حتى اللي معاهم فلوس وحابوا يستثمروا فلوسهم ودوها للنصاب اللي لهافها ايضا خلوا الدولة ممكن تبص بنظرة تانية ان الناس دي مش محتاجة يبضيعوا حقوق الناس غلبة كتير جدا جدا الغلبة الحقيقين الذين تحسابهم يعني اغنياء من التعفو انا مش هطول على حضراتكم انا بس حبيت اوضح يعني امر جاء في سياق التعليقات اللي كانت بتيجي على الحلقة اللي فاتت واسمحوا لي ان انا بعد الفاصل ان شاء الله انا راح بضيفتي هنعمل حلقة النهاردة ان شاء الله تكون يعني فيها فايدة عن الغذاء وازاي نحافظ على جهاز المناعة بتاعنا خاصة في ظل ازمة كورونا اللي احنا ابتولينا بيها وانا باعتبر ان الكورونا دي جند من جنود الله ابتولينا بيها علشان نقف قدام نفسنا واقفة ونتقرف بنا شوية في كل تعاملاتنا في كل تصرفاتنا التي اصبحت عشوائية جدا 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 وفي نفس الوقت نرجع لنفسنا كمان في الحساب ان احنا ازاي يكون عندنا ثقافة غذائية احنا تمتلئ المعدة من كل شيء دون وعي ودون فكر عايزين نشوف الكلام ده كله هتشوفوه ان شاء الله يعني بعد الفاصل مع عضيفتي ناخد فاصل قصير ونرجع لحضراتكم كاليكم معانا بعد الفاصل اجدل التحية لحضراتكم واسمحوا لي باسمكم جميعا ان ارحب بضيفتي الاستاذ الدكتور ردوة الباز اللي هي حاصلة على دكتوراه في الكيميا الحيوية من جامعة القاهرة وفي نفس الوقت هي اخصائية او خبيرة التغذية بمعهد تكنولوجيا الاغذية بمركز المحوظ الزراعية اهلا بسهلا بحضراتك دكتوراه الدكتوراه لا حديثة للناس الا عن ازمة كورونا والغذاء والثقافة الغذائية اللي عندنا خلينا الاول ناخد على يعني فكرة عن الثقافة الغذائية المثالية المطلوبة اللي يتنفع معنا في كل الاوقات طبعا في البداية برحب بحضراتك وبالسيدة المشاهدين وبنبدأ اللقاء بالصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتوجه بخالص الشكر والامتنان والعرفان القائد الإنسان الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس وزراء مصر ووزارة الصحة والجيش الأبيض والجيش المصري والشرطة المصرية على ما يتكبدوه من عناء في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله وباللقاء بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وكله واشربه ولا تسرفه فأحنا عايزين من هذا المنطلق نعرف أن فيه أساسيات للتغذية السليمة وعايزين نعرف المشاهدين أن الإنسان طول ما التغذية بتاعته سليمة طول ما المناعة بتاعته كويسة وبالتالي بيبقى مش عرضه خالص للإصابة بأي أمراض فيروسية فأما يبقى فيه توازن للغذاء هيبقى حياتك كلها ماشية سليمة وخصوصا الجهاز المناعي احنا عندنا الجهاز المناعي بيرتكز على أربع ركائز أساسية نعم اللي هي التغذية السليمة النوم السليم الهدوء والرياضة دول الأربع ركائز الأساسية اللي بيرتكز عليها الجهاز المناعي نعم لو حدث أي خلل في ركيزة من هذه الركائز بنجد أن الجهاز المناعي بيقع وبنجد أن انت خلاص بتبقى عرضك وده الجندي اللي بيحمي الجسم هو ده الجندي المجهول زي ما بيقول اللي هو بيبقى السلف ديفانس بيعملك زي وقاية لجسمك وقاية لصحتك على مدى الحياة طبعا لكل أجل كتاب وكل إنسان ما حدش هياخد أكتر من عمر لحظة ولكن أنا عايز الفترة اللي احنا جايينها في الحياة نعيش بصحة سليمة ما نتعرضش الكيماوي ما نتعرضش الإشعاع فبالتالي أنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أخرج يعني أعيش الفترة اللي جايينها في الدنيا سليمة وأخرج منها وأنا خلاص يعني ده بيبقى قدري أو عمري في الحياة نعم فبنقول مثلا في بالنسبة للركيزة الأولى اللي هنتكلم عليها التغذية السليمة أنا عندي لازم أعرف إن فيه تلات محاول أساسية للغذاء نعم اللي هي أغذية الطاقة أغذية البناء أغذية الوقاية الطاقة البناء الطاقة البناء الوقاية الطاقة اللي بتتمثل فيه الكاربوهايدريت النشويات اللي هي مثلا المكارونات الرز كده ودي دايما بقول في كل اللقاء إن ما نزدش عن أربع لست معالق من الرز أو المكارونا بس أربع لست معالق بس أنا شخصيا واحد ده من النسبة بغرف لولادي أربع لست معالق بالعدد من الرز أو المكارونا كل يوم طيب وبالنسبة للعيش انت ليك الغيف واحد مطبع الكشر اللي بيبقى قد كده بقى فيه المكارول وفيه الرز والعدس لأنا عشان مش عايزين إن احنا نوصل لمرحلة السمنة لأن انت عندك السمنة هو تاني أخطر مرض في العالم بعد السرطان فأنا بحاول إن أنا أستمتع بالأكل طبعا ده بيبقى موت على الأكل ولكن بالطريقة اللي ما بيبقاش فيها إجهاد لا على الكبد ولا على الكلا ولا على يعني الجسم مش عايزا إن أنا أهلكه في السمنة والأمراض المختلفة اللي هي بتتبع السمنة سواء كانت ضغطة أو الكوليستيرول أو السكر أو الأمراض المزمنة الكتير فبالتالي بقول إن الكاربوهايدرات أو الشقة الكاربوهايدراتي ما بيزيدش عن 3 إلى 4 ملايق معالق من الماكارونة أو من الرز لك 3 معالق سكر على مدار اليوم ما بنزيدش عن 3 معالق سكر لك رغيف واحد من العيش وأنا بفضل الرغيف الرغيف ده في اليوم كله؟ في اليوم كله عندك نص رغيف الصبح في الفطار والنص مثلا في العشاء وانا بفضل الرغيف البلدي علشان الحبة الكاملة بتقعد في الجسم مدة طويلة فبالتالي بتحسسك بإشباع طيب ايه تاني دي بقى ده عندك اخد بالك مدد الرغيف انقرض يعني يعني كده ممكن لو رغيف صغير ممكن بيقى رغيف الصبح ورغيف بالليل لو صغير لو كبير بنقسمه بتاخد نص الصبح في الفطار يعني مينفعش خمسة صبح وسبعة وعشر وليل لا احنا عايزين نمشي في المصاري الطبيعي بحيث اننا يعني احنا مش عايزة اعمل رجيم يعني مش عايزة المشاهدين يعملوا رجيم انا عايزة دايت دايت دا يعني اسلوب حياة بزرط اسلوب حياة اسلوب حياة بمعنى ايه ان انا دا السيستم اللي انا عايزت طول عمري مش بس مجرد لان انت لو عملت دايت وخصيت بترجع تاني تدخن او بيبقى عندك نوع من نفسك بقى ان انت تعود الحاجات اللي انت اتحرمت منها وفيه معلومة يا دكتورة يعني حاجة صحيحالي انا اسمعت ان المعدة زي الستريتش كده ايه كل ما الواحد يديها بالزبت كل ما توسع اكتر بالزبت فاحنا مش عايزين كده انا عايزة اعايش نمط غذائي ساليم اللي بيه ان انا ما بقاش محرومة من حاجة وفي نفس الوقت ابقى محافظة على وزني لان زي ما ذكرت لحضراتك ان السمنة هي تاني اخطر مرض بعد السرطان طيب انا اتكلمت على الشيق اللي هو الكاربوهيدريت او اللي هو اخذية الطاقة اتكلم على اخذية البناء ودي اللي مهمة جدا في فترة الكورونا الناس اللي عندهم كورونا او الناس المتعافين من الكورونا انا بركز جدا على اخذية البناء لان طبعا انت عارف ان الكورونا بتعمل تلف في الخلايا هو ربنا سبحانه وتعالى عمل الجسم يقدر ان هو يجدد الخلايا اللي حصل لها تلف ما عادة طبعا خلايا المخ هي الوحيدة اللي ما يحصدوش فيها أي تجديد لو حدث تلف لها فبنجد أن البروتين مهم جدا في الفترة دي سواء كان بروتين حيواني أو بروتين نباتي ولكن أنا في فترة الناس اللي عندهم كورونا أو المتعرفين من الكورونا بركز معهم على البروتين النبات سواء كان أسماك سواء كان لحوم سواء كان دواجن ولكن أنا بفضل الدواجن وبفضل الأسماك أكتر من اللحوم عشان مش عايزة نسبة اليوريت أسد تزيد في الدم فبالتالي يعني غزائيا الصح أن الواحد يأكل أسماك كتير أسماك كتير ودواجن ودواجن وثالث حاجة اللي هي اللحوم على أساس مش عايزة أعلي نسبة اليوريت أسد فيبقى مجهودة على الكلام طيب أنا دلوقتي خلصت خلاص الشق اللي هو بتاع الطاقة طب أخش بقى على الطاقة خلصناها والبناء خلصناها أخش على أخذية الوقاية ودي مهمة جدا طبعا إن هي الفيتامينات والأملاح المعدنية طبعا دي الأساسية يعني أنت حضرتك لو وظبت على أنك تاكل كل يوم طبق صلطة في كل الألوان سواء كان اللون الأحمر سواء كان اللون الأخضر لون الأبيض اللون الأورنج اللون الأصفر جميع الألوان كلما تعدلت الألوان كلما ازدادت القيمة الغزائية بزبط بزبط لأن أنا عندي ست أنواع من الفيتامينات لو أنت دخل جسمك كل يوم أنا أضمن لك أن ما يحصل لكش أي أمراض فيروسية إيه هي الفيتامينات دي فيتامين A فيتامين D فيتامين E فيتامين K فيتامين B وفيتامين C ست أنواع من الفيتامينات هنقول شق شق أو فيتامين فيتامين مثل منه أو مثلي يعني هنقول فيتامين E مثلا موجود فيه الجزر وطبعا ده بيخش فيه تركيب الشبكية بتاعت العين عشان كده دايما يقول مثلا الجزر بيقوي نظر ده حقيقة نظبوط صحيح طيب الجزر الأصفر تحديدا أو لكل أنواع الجزر؟ كل أنواع الجزر بس يفضل طبعا الجزر الأصفر وعندك برضو جميع الخضروات الورقية بتحتوي على فيتامين E وفيتامين E مهم جدا لأنه مضاد برضو للأورام فبالتالي فيتامين E ده بحصل عليه عن طريق الجزر أو الخضروات الورقية طيب فيتامين D قليل جدا في الأكلة هو موجود صحيح في الزبدة موجود في البيض ولكن 80% من فيتامين D بناخده عن طريق الشمس عن طريق الشمس؟ الشمس فأنا لازم أعرض الكتلة العظمية بتاعتي للشمس مثلا ما هنقول مثلا من 9 الصبح لأربعة العصر على أقل ربع ساعة تلت ساعة بحيث أن أنا أدمن أن فيتامين D وصل لجسمي بصورة كويس طيب فيتامين E موجود في إيه؟ موجود في جنين الأمح جنين الأمح آه جنين الأمح بغزارة فيتامين E بيبقى متوفر طيب بعد كده نخش على فيتامين K وده بنسميه فيتامين التخذر ده مهم جدا ده موجود بقى في الفصيلة الصليبية كلها سواء كان الكورومبل، الأرنابيت، البروكلي يعني فيتامين K كبير مريح للمعدة آه جدا 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 وبينظم الدورة الدموية طيب نخش بقى على أهم اتنين هما فيتامين C وده بيلعب الدور الأساسي في المرحلة اللي احنا فيها متأكيد وفايتامين B فيتامين C ده متوفر بقى في كل حيات اللي هو السلاح اللي بيحارب بقى إيه؟ بالضبط هو ده السلف ديفانسة حقيقي بتاعك ولكن مشكلة فيتامين C إنه بيكسر بالحرارة فأنت عندك لو ضمن طليل أنك تاخد فيتامين C بصورة صليمة مش تابلتس، أنا مش عايزة تابلتس أنا عايزة فيتامين C موجود في الجوافة وهو أرخص أنواع الفواكه سبحان الله وأكتر نوع من الفكهة فيه فيتامين C هو الجوافة يليه البرتقان واليوستفاندي والكيوي والفراولة ولكن أكتر حاجة فيها فيتامين C هي الجوافة تمام؟ طيب فيتامين C زي ما قلت لحضرتك أخذوك سمرة كاملة سواء كان عصير سواء كان سمرة كاملة ولكن معرضوش لأي حرارة حتى اللمون الناس اللي بتشرب شيء بلمون سخني ده ما بيستفيدوش منه لأن فيتامين C بيبقى قرازك كسر فأنا فيتامين C مهمة قوي أن أحصل عليه بصورة دخرة نفتح معنا اتصالات تحت أمر معنا اتصال تلفوني خالد من أسوان اتفاضل اتفاضل السلام عليكم وعليكم السلام أيوة مع حضرتك بس اتكلم بعيدة عن التلفزيون خالدك من التلفون ماشي يا فاندن أنا بتتكلم عن الأسوان الصغيرة عن إيه؟ ماشي عندي ضفلة عندي ألمية حاضرتك عن مناعة بتاعتها تمام قد بيبقى فيتامين C وحديث يعني المفهول الدكتورة تدينا تمام فواقف تكون في حديث كثير طيب ماشي الدكتورة هتجاوبك إن شاء الله شكرا جزيلا اتفاضل يا دكتور نكمل آخر فيتامين وبعدين نرد على السؤال فيتامين B مهمة جدا الأعصاب وهنقول أن فيتامين B ده متوفر جدا في الألبان لأن فيها بغزارة فيتامين B في B1 وB2 وB3 وB6 وB12 دول كلهم موجودين بغزارة في الأسماك الأسماك وفي المكسرات طبعا وأميجا 3 كمان فأنا مهمة قوي إن أنا المنظومة اللي قلت الحارتك عليها ست فيتامينات اللي هو فيتامين A فيتامين Z فيتامين E فيتامين K فيتامين C فيتامين B دول لازم يخشوا جسمي كل يوم عن طريق السلطة معلش فيه حاجة مهمة جدا الدكتورة قبل ما نخرج من هذا الإطار يعني أعتقد إن فيه ناس بتبقى عندها مشكلة إن فيه أنواع معينة من المأكلات اللي أحدك تفضلت وقلتيها بتضر ربما بتضر بحاجة تانية يعني زي الألبان مثلا والدهون كمان فيه ناس بيبقى عندها بتخاف من الألبان عشان الدهون فإزاي يعمل هو دلوقتي التوازن ما بين احتياجات الجسم المطلوب لها وفي نفس الوقتي لا يضر من حاجة تانية بصوا واحنا أهم حاجة إن زي ما قلت لحضراتك يبقى فيه توازن في الغازاء أنا عندي الدهون مزدتش عن 15% over all طول اليوم ما أقدرش أمنع الدهون عارف لو ما نعط الدهون يعني فيه ناس بتمنع الدهون عشان أضعت لو ما نعوا الدهون هيلقوا شعرهم مقع هيلقوا جلدهم نشف فبالتالي أنا ما أقدرش أمنع الدهون أنا لازم يحصل التوازن بين كل العناصر الغذائية اللي أنا قلت لحضرتك عليها بالنسبة للسؤال بتاع الأستاذ بالنسبة لبنته أو ابنه اللي عنده أنيميا طبعا الأنيميا دي مشكلة كبيرة جدا وخصوصا في فترة المراهقة أنت عندك البنات اللي بيفقدوا الدم في الدورة الشهرية طبعا بينزل كمية الدم عالية جدا وأنا كأم ما ببقاش عندي استقافة الغذائية الكافية إن أنا أعود بنتي بالدم ده عن طريق إيه؟ عن طريق إن أنا أركز جدا في الفترة دي على الخضروات الورقية سواء كان السبانخ سواء كان الجرجير سواء كان الكابوتشي سواء كان الخص أي حاجة لونها أخضر فأنا بركز جدا مع السؤال إن أنا أركز جدا لابنه على كل الخضروات الورقية اللي موجودة إيه كمان العسل السود؟ أنت عندك العسل السود ده مصنع للحديد مصنع للحديد؟ مصنع للحديد آه جميل تمام؟ العسل السود حلو جدا للحديد الكبدة البقري حلوة قوي للحديد الفراولة الكبدة بس أنا عندنا ثقافتنا بنسوي الكبدة قوي لأ أنا عايزاها نص سواء يعني أنا عايزاها نص سواء مشكلة بقى الحديد إيه؟ أنت ممكن يبقى جسمك يعني ممكن تبقى مثلا رايح المعمل عامل مثلا بتشوف الفريتين في جسمك بتلاقيه حلوة قوي تروح للدكتور يقولك لا ده أنت أنيميك أنت عندك أنيميك ليه؟ نتيجة أنه أنت عندك فيتامين سي ناقص فيتامين سي هو اللي بياخد الحديد أنججيه ويدخله جوه الخلايا تخيل يعني أنت ممكن كجسمك عندك كمية كبيرة جدا وفيرة من الحديد ولكن نتيجة ناقص فيتامين سي أنت جسمك مش مستفيد من الحديد ده أخد التليفون تاني؟ معلش أنا كمية التليفونات مهولة بس أنا شرف لي متشوق للحديد شرف لي معلش اتصال التليفوني مين؟ شراب مساء الخير مساء الخير يا فعل أولا أنا بشكر بحضرتكم جدا على موضوع الحلقة موضوع الحلقة فعلا مفيد جدا واحدة كمية بالشكور ممكن بس أطيس حاجة صغيرة جدا يعني أفضل العامل النفسي بالنسبة لأي مويد أو أي حاجز ده فعلا هو اللي خليه طعم المرض وأنا كنت يعتبر قصدت وكرونه لكن ما كنت جدايقا لأك وما كنت الشمة وكانت درجة حرارتي يعني كان جسمي يا لبو أفضل بيطلع دفخان من كتر السخنية ما كنت شفائق جسمي خالس وكنت يعني خلاص فقطت الأمل نهائي وقلت الجوزي خلاص أنا عند كورونا ومع العلم معايا جد أفضل وخلاص نعم اللي سهلت حضرتك واصلت وقلت جنب لحد ما تحصل واحد اللي سهلت حضرتك واصلت بيخص مبارضات حيوية وكلام من ده بس العامل النفسي كلمة أنت عندك كورونا دي ووحلها وهم بالتأكيد 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 احنا بشكرك شكرا جزيلا لسهلت حضرتك واصلت اتفضل يا دكتورة طبعا يعني زي ما قلت كلمة عن العامل النفسي وتأثيره ده مهم لأن أنا حررتك لو فكرت أنا في بداية الحلقة قلت أن فيه أربع ركائز رئيسية من ضمنهم وأهمهم العامل النفسي الهدوء بمعنى إيه أنت ممكن تبقى واخد كل الإجراءات الاحترازية هل العامل نفسي ممكن يضمر جهاز المناعة؟ طبعا لأن أنت عندك الأدرينالين هيرتفع في جسمك فهيوقع لك المناعة بمعنى إيه أنت ممكن تبقى عامل كل الإجراءات الاحترازية وعامل اللي عليك والتباعد الاجتماعي والماسك لابسه وكل حاجة والكحول وكل حاجة ويجي لك كورونا ليه نتيجة الرعب والهلع المجتمعي وأنا بقى ناشد الإعلاميين في الإعلام أنهم مبلاش الأخبار اللي كله شوية كان واحد مات النهاردة ياريت الحاجات دي تهدى شوية على أساس أن الحاجات دي وخصوصا أبهتنا وأجدادنا اللي أسنهم وعمرهم كبير ما قدروش يستحملوا لكله شوية نطلع نقول ده يعني ليه التوازن يا دكتورة المبروضة أنا بتحزن الناس بس في نفس الوقت بنتمانهم لأن أنا هقول لك على حاجة حضرتك حصل نوع من أنواع الهلع المجتمعي بدأوا الناس تتهافت على الفيتامينات وكأن هي دي منقذ الوحيد حصل إيه أعرف واحدة شخصيا يعني صديقة مومي حصلها هايبر فيتامينوزيس نسبة الفيتامينات عالية جدا في جسمها حصلها تسمم وتوفي وبتاخدها أكيد بدون هي بتاخد ثلاث أنواع عشان تلحق بسرعة عشان خايفة من الكورونا حصلها تسمم وماتت فأنا عايزة أقول إيه وقل لن يصيبنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لن آه ناخد بالأسباب ونعمل إجراء ولن دي قطعة لن دي نافية مفيش استحالة حد هياخد أكتر من عمره لحظة والمكتوب له يموت بالفيروس هيموت بالفيروس وهيكتب عند الله شهيد ده مؤكد ويمكن هو ربنا اصطفى عشان يبقى شهيد لأن طبعا من مات بالطعون فهو شهيد فأنا عايزة أقول إنه واحد ياخد بالإجراءات الاحترازية ولكن ويعمل كل اللي علي ويسيب الباقي على ربنا لكن أنا ماينفعش إن أنا أقعد أخوف نفسي وأخف على ولادي لدرجة إن أنا يعني أوقع المناع بتاعتي وبتاعة ولادي لأن زي ما قلت الحضرتك هرمون الأدرينالين بيعلى جدا في الجسم فبالتالي بيوقع لك المناع الحاجة المهمة برضو التانية النوم إنما دلوقتي إحنا أولادنا طبعا ما فيش دراسة دراسة أونلاين فأنا مش عايز أقلب الليل نهار والنهار الليل لأن ده بيعمل نوع من أنواع الخلل في التوازن الهرموني أعتقد نوم الليل يختلف طبعا إن أنت عندك الجراف هرمون أو هرمون النوم ما بيطلعش غير من بالليل للصبح ودعنا الليلة الليلة بالزبط فأنا عايزة الفترة بتاعة النوم دي أخدها كده تبقى من 8 إلى 10 ساعات نوم وراء بعض ما فيش حاجة تبقى تعمل لي نوع من أنواع مثلا الدوشة أو التراب في النوم لأن ده هيأثر أولا على الزكاية الأكاديمية بتاع الولاد وهيأثر على إن دايما هتلاقي ابنك على طول متشتت يعني فيه تشتت في التفكير مش مركز وهتلاقي القدرة الاستعابية بتاعته في الدراسة قليلة جدا فأنا لازم أنا كأم أحرص على نوم ولادي من 8 إلى 10 ساعات نوم متواصل ونوم هادي وما فيش أي إضاءة جنبي لأن أنت لو فيه أي نور أو فيه أي إضاءة جنبك أنت حتسحى أنت حتى كإنسان ناضج كبير هتلاقي نفسك عندك صدع مش عارف تركز في شغلك فبالتالي أنا عايزة هدوء تام علشان الجراف هرمون أو هرمون النمو يطلع من بالليل للصبح نعم طيب الحاجة المهمة برضو قوي الرياضة أنت عندك على أقل 3 مرات في اليوم لازم يبقى فيه رياضة على أقل رياضة المشي مش هقولك الجن مش هقولك الحاجات وهي أهمهم رياضة المشي رياضة المشي عندي عشان أجدد الدورة الدموية فأنا مجدد الدورة الدموية يبقى أنا كده خلاص خط بالأسباب يبقى نمت كويس يعني كل أعضاء الجسم بتتحرك وبتشتغل مع تجديد الدورة الدموية فأنا دلوقتي أنا كده أعملت الأربع ركائز الأساسية بتاعت الجهاز المناعي تغذية سليمة نمت كويس هدوء في الأعصاب طبعا المية أنا المية واجعلنا من الماء كل شيء حي من 8 ل 10 كبات مية كل يوم وزي ما قلت في لقاء مبارح برضو أن لازم مش بالوايم كده أشرب لأ أنا عايزة 10 كبات عندهم كل يوم يعني 3 لتر مية لازم تشربهم وخصوصا في الشتاء أنت عندك الشتاء فيه ناس بتنسى تشرب فأنت ما تنسى تشرب أنت قراتي كده أنا شخصية بانس بتعرض نفسك أن يحصل لزوجة في الدم فبالتالي بيحصل جلطات يعني بنسمع عن ناس كتير جدا حصل جلطة أو جلطة مات تتوفى نم أمش ما لحقوش حتى يودوا المستشفى ده نتيجة أن فيه لزوجة في الدم فبالتالي حصل كلاتنج حصل جلطة حصل أن الجسم ما قدرش يستطيع يعني معادل كام لتر في اليوم تقيل 3 لتر هما 3 لتر مظبوط قوي يعني أحنا بنحسب 30 ملي لكل كيلو جرام يعني هنقول 3 لتر وأعتقد ده كمان بيساعد في التخلص من الأملاح بيساعد في التخلص من الدول طبعا طبعا كل حاجة أنت عندك المية لو ووظبت على شرب المية سواء محتاجة أو مش محتاجة يعني سواء أنت عطشان أو مش عطشان شربت المية هتلاقي هرموناتك تعمل على أعلى كفاءة إنزيماتك تعمل على أعلى كفاءة فمهم قوي أن أنا أركز جدا على المية مهم يبقى أنا كده أستوفي الأربع ركائز بتوع الجهاز المناعي أنا كده أبقى عملت اللي علي خلاص والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية وحتى ما أخسل إيدي ما يبقاش كل خمس داية كل عشر لا أنا عايز أخسل إيدي مثلا كل نصف ساعة كل ربع ساعة لأن الفلورة الطبيعية اللي على جلدك دي بتموت أو فيروسات تانية يعني كل نصف ساعة مثلا وأنا ما بفضلش السابون اللي هو 99 و10% قاتل لا غلط لأن دا لو استعملته إنت قردي هتقتل الفلورة الطبيعية اللي على جسمك فإنت اللي هو السابون العادي اللي احنا بنستعمله دا ممكن تخسل إيدك مثلا أو بالكحول مثلا كل نصف ساعة مثلا لو هنقول طيب إيه برضو مهمة أن أنا أركز عليه التحاليل الطبية ثقافة التحاليل الطبية في مصر أنا عايزة أنشرها بمعنى إيه أننا دلوقتي النهاردة اللي بيحصل إيه في مصر اللي بيحصل أن الأم والأب بيدحوا قوي بحياتهم عشان خطر ولادهم أو عشان خطر مصاريف ولادهم لا أنا عندي طول ما أنا صحيتي كويسة طول ما أنا هبقى إنسانة منتجة في المجتمع طول ما أنا أخذ مكالمة فضل معانا أتصل تليفوني أغير أتفضلي حضرتك أتفضلي الفضل يا حضرتك فقدنا الاتصال طيب ماشي فضل لا ولا يهمك فطول ما أنا صحيتي كويسة طول ما عندي أقدر إن أنا أربي ولادي كويس إنسانة منتجة في المجتمع فما كلفش الدولة وخصوصا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني يعني إن النهارده ما فيش مصري عنده فيروس سي يعني دي هتتكتب في التاريخه ستين مليون استفادوا من المشروع مفيش مفيش بني آدم عنده فيروس سي في مصر بيوجه ونالفجرة كان في منتهى الخطوة كان يقل عن الفيروسات طبعا وبعدين عامل برضو الميت مليون صحة عن أمراض التقزم وأمراض السنة والأمراض اللي هي المزمنة فبالتالي يعني أهو أنت عندك رئيس الدولة بتاعك بيساعدك بيمدي إيد وبيقولك تعالى أنا عالدك فأحنا لازم يعني يعني يبقى فيه هي منظومة كلها متكملة كلنا بنحاول نصاعد بعض عشان نخرج من أزمة كورونا دي ودهنا لو كنا يعني متعافين صحيا هنقدر نشتغل وننتبه طبعا طبعا عجلة الحياة هتمش بالزبط بالزبط فأنا النهارده بتكلم أولا أنا بتكلم على التغذية السليمة بتكلم على أن أنا أركز على الحاجات اللي موجودة في كل بيت أنت عندك البصل والتوم البصل والتوم ده يعني كهاز كهاز مناعي واقي الوحده جيه ريدات قال أتعجب من المصريون كيف يمرضون ولديهم البصل والليمون يعني أنت عندك النهارده البصل والليمون ده جهاز واقي يعني مفروض البصل يكون يعني وجبة رئيسية لازم أدخله في كل حاجة بس بني ما يبقاش مطبوخ بمعنى إيه إن لازم الصلطة بتاعتي لازم أعملها كل يوم فيها بصل والتوم طب أنا عندي قولون أو عندي قرحة ما أقدرش أكل بصل أو أكل توم أعمل إيه لا أخذ ممكن معلقة زيت زتون على الري أخذ مثلا خل تفاح على كباية مية أخذ مثلا معلقة عسل أبيض بترفع لي كفاءة الجهاز المناع فأنت عندك alternative كتيرة مهم يا فيما دائل بزرق بزرق بكلها حاجات موجودة في البيت يعني أنا مش بقولك حاجة غالية أو حاجة مثلا مكلفة مهم قوي برضو الفطر اللي إحنا فيها دي البعارات عندك مثلا الكوركم بيتحول الكوركمين جوه الجسم بيعلي كفاءة الجهاز المناع علشان كده أنت عندك الهند من أقل البلاد اللي بتتعرض ليه سرطانات وأمراض فيروسية اللي هما شغالين على البهارات تمام عندك مثلا الفلفل الأسود بيحتوي على مادة السنجارين السنجارين دي بترفع كفاءة الجهاز المناع عندك جميع البقليات اللي موجودة اللي ربنا خلعها فيها مادة الأسيطايل الكولين اللي بتتحول إلى الأسيطايل الكولين وبديل لحمة أعتقد البقليات آه بس أنا مثلا عندك البقليات فيها الكولين الكولين دي أما أنا أخذها أما أخذ البقليات تتحول إلى الأسيطايل الكولين جوه الجسم وبالتالي بترفع كفاءة الجهاز المناعي فبالنسبة لي اللحوم هي مهمة قوي علشان فيتامين بي 12 فيتامين بي 12 مش موجود في البروتين النباتي موجود في البروتين الحيواني بزرطة فأنا بقول برضو أن الناس حتى لو ظروفهم الاقتصادية قليلة على الأقل يأكلوا مرتين ثلاثة سمك في الأسبوع حتى لو سمك بولتي بس عشان أضمن أننا وصلهم الفيتامين بي 12 يبقى متوفر لأننا بشوف شباب بيبقى ديهم بتترعش نتيجة أن فيتامين بي 12 عندهم قليل بزرطة فمهمة قوي أنا أزرع جوه أولادي ثقافة السمك في أولاد يعني فينانشي الكويسين ما بيأكلوش ولا سمك ولا جنبري ولا كلماري ولا أنواع الأسماك دي ما بيدقوهاش وده غلط المفروض أن أنا أعود أولادي إن في مرتين ثلاثة في الأسبوع بناكل أسماك بجميع أنواعها طيب مهمة قوي الزبادي أنت عندك الزبادي ده برغباتك طبيعي ده بيقي جسمك من أي أمراض برضو فيوسي يعني أنا لو ضبت على الزبادي علبة أو اتنين في اليوم أولا أنا يعني بحمي الكتلة العظمية بتاعتي من مثلا هشاشة عزام لأن طبعا نسبة الكالسيم فيها عالية بالضبط كده وخصوصا أن نحن أولادنا الفترة دي بيركز قوي على المياه الغازية فعندك المياه الغازية دي حاجة يعني قنبلة موقوتة في كل بيت لأن فيها بما لا يقل عن 12 إلى 22 معلقة سكر وإنت عارف أصلا حضرتك أن السكر حبيب السرطان يعني السرطان أساسه بيبقى موجود أو بيتغذى على السكريات الموجودة جوانا نا بيضاف المواد الحافظة بقى من الحاجات لا المواد الحافظة دي قنبلة موقوتة أو سيهام بتخترق مع أولادنا فأنا من كل منبر بطلع فيه بقول يا جماعة بلاش المواد الحافظة بلاش الباسترمة بلاش الحوم المصنعة بلاش الهوت دوك بلاش الحاجات دي عايزين هعملوها في البيت بلاش لأن فيه مواد زي البي اتش تي والبي اتش اي دي موجودة دي مواد موسرطنة أنا واحدة من الناس عملت الدكتورة عن المواد دي أنا وانا وقفة في المعمل أنا كنت وقفة لابسة جلافز وكانوا حطيني المواد دي في أزايز بني كده غمق علشان ما تطلعش دي مواد كلها مشاعة ومواد كلها موسرطنة فتخيل مواد الموسرطنة اللي احنا بناكلها اللي أولادنا بيأكلوها علشان كده البي اتش او بتستغيث إن فيه أكتر من خمستاشر مليون حالة سرطان سنويا على مستوى العالم بتقول يا جماعة شوفونا الناس دي بتاكل إيه ليه السرطان انتشر تعال حدرتك شوف معهد الأورام السرطان انتشر إزاي من كبير لصغير كل الأعمار من برضو المجمدات اللي يبتيجي من برضو طبعا فأنا بحاول بقدر الإمكان من كمان برضو من هذا المنبر بتاعت ريتك بقول بلاش العصير المعلبة لأن انت حدرتك ما تقنعنيش إن عصير معلب محدود في الشارع ست شهور هيبقى ما فيهوش مد حفظة ومكتوب لك بره لا يوجد خالي من مد حفظة إزاي ده أنا كست بيت بعمل مثلا ساي مثلا لمون باللبن أي حاجة لعصير لولادي لو أعادتوا بره التلاجة يوم هيبوز يبقى إزاي عصير في الشارع هيبقى وما فيهوش أي مد حفظة يبقى اللاجك نفسه ربنا خلق لنا عقل نقدر نفكر بيه حتى الفريشي اللي بجاي يقولك لا أنا عايزة الأم هي المسؤولة قدام ربنا قبل ما تبقى مسؤولة قدام حتى عن تغذية ولادها ولو الأم مثلا متوفية بيبقى فيه العم فيه الخالة فيه الدار لو فيه دور أيتام بيبقى فيه المسؤولين أو القائمين على الغذاء إن هم لازم يتقوا الله فيه ولادهم احنا عندنا الطبيعة دكتور الطبيعة نفسها في بتاع مصر بما حباها الله من خيارات زي ما حكتا فضلت وقلت ازاي المصريين بيصابوا عندهم البصل الطبيعة نفسها يعني شافية طبعا احنا عندنا سبحان الله ربنا وهاب لنا مصر دي جميلة فيها شمس وفيها دفا وفيها أكل رخيص وفيها تربة تربة سلحة طبعا يعني أنا أخوي في كندا هو يعني يعني بيقولي باختكو انتوا عايشين في مصر بجد أنا بحسدكو على الجو بتاعكو يعني هم عندهم دايما تحت الصفر بـ 20 و 30 درجة يعني تقريبا متجمدين طول السنة لكن احنا الحمد لله ربنا حابينا بشمس جميلة ربما يا دكتورة يعني هم عندهم ثقافة جزائية مختلفة عندنا كتير اللي هم الأجاني طبعا لكن رغم كده احنا عندنا نسبة الإصابة بكورونا أقل كتير جد جدا لأن احنا ربنا سبحانه وتعالى أولا ربنا هو اللي حافظ مصر فمن فوق السنة فلازم يبقى عندنا يقين في كده الحاجة التانية أن احنا عندنا طبيعة الغذاء بتاعنا من زمان بطرق عشوائية بمعنى ايه أن احنا على طول أولا سبحان الله احنا على طول كنا بنكل بصل وتوم وما كناش عارفين أن ده تأهيل لجسمنا المرحلة قادمة لأن انت عندك الكوفيد 19 هيخلص هيخش لك كوفيد 20 هيخش لك انت دخلت خلاص في حربة باريوجية فالحين هم أكثر الناس يعني مناعة جازمة طبعا طبعا لأن هم بيعتمدوا في أكلهم على البصل والتوم طيب أنا الوقت دخلت خلاص في حربة باريوجية في ميكروبات أو فيروسات متصدرة لنا من العالم قاتلة دولتين مثلا بيقتلوا بعض مثلا أمريكا والصين عن طريق الفيروسات إكزامبل يعني لو هنقول كده طب أنا بقى أعمل إيه أنا أعمل إيه أنا اللي أعمله إن أنا أحافظ على مناعتي أفضل دايما فيه self defense إن مناعتي ومناعت ولادي تبقى قوي إزاي إن أنا عن طريق التهوية السليمة عن طريق التغذية السليمة عن طريق النوم عن الكويس الهادي عن طريق الهدوء زي ما أنا قلت عن طريق الرياضة يبقى أنا لو استوفيت كل الكلام ده خلاص يبقى المكتوب لي بقى بعد كده هشوفه أخذ مداخلة تلفونية معنا اتصل تلفوني أم ملك السلام عليكم وعليكم السلام إزاي حضرتك الله يفزي لبك فضلي إزايك يا دكتور عملي الحمد لله يا حبيبتي لو سمحت يا دكتور أنا عندي ثلاث أطفال خمس سنين وتلاث سنين وتسع شعور نصحني يعني أكلهم أياه ما بأكلهمش حاجات للشارع حتى المربى بعملها على أيدي كويس والعصير الفريش وكل حاجة مربى عليك بس نصحني يعني اللي يكوّل منعه أكتر إيه عشان عيالي ما ضرهمش ولا ضر نفسي أنا ولا شفسيات ولا أي حاجة حتى اللي يندوموا اللي طرع جديد دم عيالي بيحب يأكلوه وعليهم مكانونا إسباكتي وعبينوه على أيدي بباكلهمش أي حاجة شكرا جزيلا يا أممالك الدكتور هتجاوب أعدادك على سؤال طبعا الفترة دي يا أممالك ركزي جدا على ألبين بقى منتجات الألبين بمعنى إيه أن الألبين فيها تيروزين أمينو أسد ده بتعلي جدا من كفاءة الجهاز المناعي وتعزز كفاءة الجهاز المناعي وفي نفس الوقت ممكن أن أنت تحط لهم معلقة عسل مثلا على لبن بكاكاو أو حاجة بس طبعا مش بغلي العسل العسل ما يتحطش غير ساعة بالزبط فيه برضو مشروب جميل قوي اسمه المشروب الزهدي ده عبارة عن كركم بجيب الكركم معلقتين كده مع اللبن بغليه وبعد ما بيبرد بحط عليه معلقة عسل وديه لولا دي تلت مرات في اليوم ده بيبقى كافي يعني بيغلوا مع بعض يا دكتور بيغلوا مع بعض وبعد ما يبرد أحط معلقة عسل وديه لولادي ده بيبقى حلو قوي لأن طبعا زي ما قولنا المادة الكركمين بيتحاول مادة الكركمين في الجسم دي كافية جدا أنها بتعلي كفاءة الجهاز المناعي ومضادة للسرطان الحاجة الثانية أن المواظب على المشروب الدهبي ده برفع كفاءة الجهاز المناعي فبالتالي ما بيبقى ولادي أو أنا مبقاش عرضة لأي أمراض فيروسية مهمة قوي أن أنا أبعد خلص زي وطبعا أم بشكرك جدا على ثقافتك الغذائية أن أنت بعدت عن الشارع خالص بعدت عن أكل الشارع لأن أنت عندك حضرتك فيه فيروس إيه فيروس إيه ده بينتهك الكبد 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 ده جيلة فيروس إيه لا فيروس إيه ده عن طريق الدم فيروس إيه ده بينتهك الكبد بحيث من الأكل الملوس بتاع الشارع يعني أنا عايز أقول لحديتك أن الشاورمة اللي بتتحط معرضة في الشارع دي محطوط 24 ساعة في الشارع أنا شخصيا خدت زي ساندويش كده وروحت المعمل حللت بصيت لقيت كمية الددان اللي موجودة في الشاورمة في الشاورمة مع البقى الطماطم والبصل بقيت حزينة والله يعني طب أنا ليه أعمل كده وأنا في إيدي كأمة أو كست بيت إن أنا أعمل لولادي شاورمة نظيفة في البيت وقدمها لهم بطريقة سليمة طيب أنا مثلا العصائر المعلبة اللي قلت لحضرتك عليها دي فيها نسبة مواد حفظة دي سهام خارقة بتخترق مع أولادنا طيب أنا أدهالهم ليه يبقى أنا المفروض الحاجات دي أبعد خلص عن السمنة المهدرجة السمنة المهدرجة دي تنتفي تماما من حياتي يعني أنا معايش فلوس أجيب زيت أجيب علبة زيت أشتغل بيها أحطها على الأكل لكن أحط سمنة مهدرجة تقف بعد كده السمنة الصناعة دي أقل ب10 جنيه و20 جنيه دي أبعد عنها تماما أي مكان نوعها ورغم يقوله بتعمل بالة دي بتعمل لفراج ولا حاجة خالص ولا حاجة خالص وأنا حزنت أن دكاتري التخزيط طالعين في إعلانات يقولوا يروجوا لهذه المنتجات فليه يعني أنا في الآخر هقف قدام ربنا أنا معايا ربنا حباني بعلم لازم الناس تنتفع به مشان أنا أضللهم نعم فالسمنة المهدرجة مع 10 جنيه و20 جنيه ولا يقفر ب5 جنيه دي تنتهي من حياتي أنا معايش فلوس أجيب علبة زيت وبعدين يكتبوا لك إيه الزيت خالي من الكوليستيرول طب هو يا جماعة فيه زيت أصلا فيه كوليستيرول يعني أنا برضو يعني زيت أصلا ما فيهوش أصلا كوليستيرول عشان أنا مثلا كشركة منتجة أقول دخالي من الكوليستيرول طب الرادي هو فيه زيت فيه كوليستيرول ما فيهوش كوليستيرول كانوا من التسويق بس كانوا من التسويق فأنا أشتغل على الزيت ده أنا ممكن مثلا معايش فلوس ممكن أجيب كيلو سمنة بلدي وأحط عليه إزازة زيت يعني ينفع لتنين معا بس سمنة بلدي الزبدة الزبدة البلدي الفلاحي بتاعتنا هذه أو لو عندي إمكانيات يعني دي ما فيهاش كوليستيرول ما فيهاش أي دي عبارة عن اللبن يعني منتجات ألبان تمام فأنا عايزة أبعد خالص عن السمنة المهضرجة في أكل ولادي ليه لأن أنا عندك الكوليستيرول بالذات الـ LDH لو عيلي في الدم الـ LDL اللو دانستي لايبو بروتين ده لو عيلي هيترسب على شرعين القلب فبالتالي هتخش بقى في دوامة وهتلاقي كل الإنزيمات بتاعت القلب ارتفعت بزرط تماما وأولهم الـ LDH فأنا عايزة أبعد خالص عن السمنة المهضرجة أشتغل بزيت عادي مهم قوي برضو ثقافة زيت الزيتون زيت الزيتون مهم قوي بمتغافة ده مهم جدا أنا شخصية من عشر شخص الزيتون هاخد مكالمة وودعجع له معانا مكالمة فضل حضرتك محمود من الـ LDH سلام عليكم عليكم السلام فضل سلام عليكم وعليكم السلام ممكن أسأل الدكتورة لو سمحت سؤال تحتاج لو سمحت يا دكتورة يعني أنت حضرتك بتقولي الزباد لا شعرت قرفك زنزبيل بنص لامونة كده جميل يعني عادي حل جميل أنا مرضة ضغط آه ألف سلام الله يسلام بس يعني كميمة جسمي ملياني وكده فبعمل عشاية ممكن علبة الزبادة دي بنص لامونة بنص معلقة إغفالة الزبادة هلوة أوي ودي تبقى آخر واجبة أنت بتكليها وتنامي لأن أنت عندك الزبادة باللمون بيخصص 80 جرام من بالليل والصبح الزبادة باللمون؟ آه ولو شربتي كباية كباية الصبح جنزبيل بالكمون وعليها بعد ما تبرد أحط نص لامونة وشربتها هتسيح كل الدهون اللي في جسمك ممتاز يعني لو أزبت على شرب هز المشروب صباحا ومساء وبالليل كلت زبادي وعليه لامون خلاص أنت كده بس ده بشكل مستمر شكل مستمر كل يوم هتلاقي نفسك سحت إحنا نشكر بمحمود إحنا أسفين نسينا نشكرك طبعا سوالك كان مهم طبعا وبرضه عايزة أدي وصفة حلوة قوي أنا شخصان بعملها بشرب خل تفاح على الرئ نص معلقة خل تفاح على كباية ميا عادية وبشربها وبعدين بفتر بعدها بنص ساعة خل التفاح دكتور أنا عايزة أسأل بس على حيات كتا الرئ دي مهمة أول حقيقة ناس بيقولوا لازم معلقة زيت زتون على الرئ ممكن معلقة عسل على الرئ طبعا وحضرت طبعا دلوقتي بتقولي مشروب خل تفاح ما هيبصة حضرتك طب دلوقتي الرئ يعني أنا هعملي أرام كل شوية عشان أقوم بعمل رئ بتشوف اللي يريح لمعدتك يعني مثلا الوقت يا حضرت أنا مثلا عندي سكر ولا يوم كده ويوم كده لا أنا عندي سكر هل ينفع أاخد معلقة عسل أبيض على الرئ هعلي سكري طيب أنا ما بحبش زيت الزتون إجزامبل يعني هاخد زيت زتون لا مش هاخد زيت زتون طب أعمل إيه فيه ألترنتب آه فيه ألترنتب فيه إن أنا لو ما عنديش قولون عصبي وما عنديش قرحة أخد فصل توم على الرئ هتلاقي شعر يطول وهتلاقي المناع بتاعته يعني ممكن يطلع لي شعر كده آآ تمام طيب أنا عايز أخص أنا مليان عايز أخص أخذ خل التفاح وخلي التفاح بيرفع جدا من كفاءة الجهاز المناعي وخلي التفاح مهم برضو في حاجة يعني الشيء بشيء يسكر انت عندك فيه احنا الوقتي الـ WHU مسنفة الأمراض الثلاث أمراض نعم السرطان ده أعلى نسبة تفشي في العالم تاني حاجة السمنة تالت حاجة جرسمة المعدة الـ HBلوري جرسمة المعدة دي بتيجي نتيجة تناول الخضروات والفواكه الملوسة والمياه الملوسة اللي مثلا بتبقى فوق البيوت بيبقى فيه الخزنات ملوسة ما بتتغسلش فبالتالي بيجي لنا جرسمة المعدة طيب مشكلة جرسمة المعدة إيه بتتعالج أو بتتعالج لكن لو أهملت بتتحول لجاستريك تانسل أو سرطان في المعدة جرسمة جرسمة المعدة اسمعها الـ HBلوري اسمعها الـ HBلوري أو الهيليكوباكتور بلوري ده اسمعها العلمي وبنجد أن الهيليكول إن هي وقت ده شكل الحلزون نعم وباللوري اللي هي بوابة المعدة بتقف عند بوابة المعدة أوه لو تشوف حضرتك بتعمل إيه في المعدة والتقرحات اللي بتعملها لو أنا أهملتها بتوصلني لحدوث سرطان في المعدة يبقى أنا كان ممكن ونرجع تاني للمنظومة اللي قلت حضرتك عليها الاهتمام بالصحة وبالتحاليل الطبية إن أنا شخصيا بعمل كده كل ست سوء قبل من شوق زيت الزتون زيت الزتون فوائد زيت الزتون جميلة وكيفية التعامل معها أولا بيعمل نوع من أنواع لو حارتك إنسان ممسك يعني عندك إمساك الإمساك ده طبعا خطير وبيعمل ساعة يعني بيعمل مشاكل في الشرق فإنت لو إنسان لو ممسك يواظب على زيت الزتون مع علاقة بيرفع كفاءة الجهاز المناعي بص بيقولك إيه لا يفل الحديد إلا الحديد بمعنى إيه أنا واحدة عندي يعني أنا أوبيز عندي سمنة نسبة سمنة عالية طب بعمل إيه باخد زيت الزتون معقول آه معقول أخد زيت الزتون لأن الدهون هي اللي هتحارب الدهون هتحارب بعض جوة جسمي فبالتالي اللي هنتصر هو زيت الزتون تمام أجيب الصرطة بتاعتي خلاص أنا حطيت زي ما قلت الحارة كل الألوان فيها الكرفس والبقدونس والخص والكابوتشي كل ما هو أحمر كمان مهم جدا مرتبط بالدم الطماطم الفراولة البنجر الرومان كل ما ربنا خلق أي حاجة لونها أحمر البصل الأحمر البيض الأحمر كل ما هو أحمر في غزائنا هو مرتبط بالدم بيزود من تدفق الدم ليه الخلايا المخية أنت عندك البنجر البنجر لو وضبت على أكل بنجر هتلاقي البول نفسه لونه أحمر هيتسبغ ليه نتيجة أنه هو بيتفاعل جدا جوه الجسم وفي نفس الوقت بيزيد من كفاءة الجهاز المناعي وده مهم جدا لأبهاتنا أو أجدادنا اللي عندهم الألزايمر أو اللي هم النسيان أو الزكرة بتاعتهم ضعيف أو أبنائنا بتاع السنوية العامة لازم برضو أننا بنرفع من كفاءة التركيز بتاعتهم والله العظيمة دكتورة أنا زعلان وقت الحلقة خلص زعلان بجد لا 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 الحلقة دي لازم تتكرر تلك إن شاء الله يفندم أنا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا ومهما نقول من كلمات الشكر ومش هلمو فيك قدرك وقدر علمك الجميل ربنا يجعله دايما منفعة للناس إن شاء الله في النهاية أنا بشكر حضرتك وشكرا جزيلا على ساعة صدوركم والحقيقة يعني يعني ياريت الثقافة الغذائية دي نحن نستفيد من الحلقة بتاعتنا الثقافة الغذائية جماعة مهمة جدا 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 يعني مش عايزين نروح لدكتور كل شوية إحنا لو إحنا اتبعنا الإرشادات اللي تفضلت الدكتورة وقاليتها دلوقتي مش هنروح لدكاترة هنزع لدكاترة منها مش هنروح مش هنروح عيادات خالص مش مهم هم نفسهم مش هزعلوا الحقيقة لأنه نحن عايزين نبقى دايما إن شاء الله في صحة جيدة أشوفكم على خير إن شاء الله الإسبوع القادم لكم مني أطيب وأرقى لأمنيات وطحية مصر